الموضوع طالع سهل و لطيف و بسيط و زي ما بنقول كده في امثالنا الشعبية شك الدبوس طبعا لا حديث اليوم الا عن المعركة لا حديث اليوم الا عن الدولار و الجنيه و ما يقال انه التعويم و انا ارجوكم ارجوكم كلمة التعويم دي ما تجيش على لسانكم لو سمحتوا ما فيش حاجة اسمها تعويم و انا مش عارف مين اللي اخترع المصطلح ده الله يرحمه ولا يمسي بالخير مش عارف هو عطف عمد دكتور عطف عمد توفاه الله ولا لسه عايش يعني الله يرحمه لو كان لسه عايش الله يرحمه اه صحا توفى من حوالي سنة سنتين هو اللي كان قال كلمة التعويم دي في التسعينات ما فيش حاجة في الاقتصاد اسمها تعويم في حاجتين في حاجة اسمها تخفيض سعر الجنيه و في حاجة اسمها تحرير سعر الجنيه كلمة تعويم دي في ميامي بقى ان شاء الله لما نلبس المايوهات اللي حصل النهاردة يا سادة يا كرام بعد ما تزيدوا الصلاة على خير الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو تحرير سعر الصرف تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار الامريكي تحرير ده يعني لا تدخل من قبل البنك المركزي في تثبيت سعر الصرف اللي كان حصل قبل كده بحكاية تمانية جنيه تمانية و تمانية قرش اللي طلعت تربنتنا دي سنتين ثلاثة بخ فك التثبيت خلصت نحن الان في مرحلة التحرير وانا مبسوط من كلمة التحرير لانها بجد هتحررنا زي ما كلنا دخلنا بعد تلاتة وسبعين في مرحلة تحرير الارض ابتداء من اليوم هنبدأ في مرحلة تحرير العملة وتحرير الاقتصاد من التبهات والقيود والاكلشهات اللي كانت خنانا ومكبلانا ومأيدانا وكانت مخليانا طول الوقت ظهرنا للحيطة هتقولولي فرحان هقولك فرحان جدا هتقولولي الفرحة دي فرحة مطلقة هقولك لا دي فرحة حذرة وحقولك وإيه أسباب الفرحة وإيه أسباب الحذر أسباب الفرحة انه البنك المركزي أخيرا وبعد طول غياب وبعد طول انتظار عمل اللي كان مفروض يعمله من زمان البنك المركزي خد الخطوة اللي كل أمة لا إلهة اللي الله كان بتتكلم فيها إلا البنك المركزي إحنا الإعلام والسياسيين والاقتصاديين والمصرفيين والبقالين والبوابين وكل الإين كانوا بيقولك يا جماعة ما ينفعش اللي حاصل اتدخلوا إلا البنك المركزي طول الوقت كان ملتزم الصمت وعمل كدهوه وبيتفرج على البلد وهي بتولع بيتفرج على الدولار وهو بيقفز قفزاته المجنونة وبيدهس الجنيه دهسا مع سبق الإصرار والترصد اتأخر القرار اتأخر اتأخر كتير اتأخر كتير لكن برضو خلونا دايما متفائلين وأقول لكم المثل الإنجليزي اللي أنا مقتنع به أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا to come late better than never to come فالبنك المركزي أتى متأخرا وأنا أقول طول الوقت لو تفتكروا لما كانت تبنائش مع حركة موضوع الدولار ده كنت أعمال أقول للبنك المركزي خش ما تخافش اقطع عرق سايح دم جزر وجطمها كده لكن الحقيقة كان طول الوقت فيه أيادي مرتعشة لو كان البنك المركزي تدخل بمثل هذه السياسات من خمس تشهر وقت ما كنا كلنا شايفين أن الدولار ركب الناقة وشرخ كان الوضع حيبغي غير الوضع كان حيحمينا كمجتمع وكان حيحمي الأسواق وكان حيحمي المواطن الغلبان ومحدود الدخل والطبقات المتوسطة من الارتفاع الجنوني لكل الأسعار اللي حصل في ستة تشهر اللي فاتوا كان حيوقف الزحف عند حده وكان ممكن جدا جدا لو تدخل التدخل اللي عمله النهاردة من ستة تشهر كنا ممكن نتكلم على أنه تحرير سعر الصرف ده حيبقى بعشرة عشرة ونص حداشر لما يضربوا الدم لكن لأنه وصلنا لستة تشهر وسبعتاشر وتمنتاشر فبقى التحرير بادي النهاردة من تلتتاشر وده أضعف الإيمان لكن برضو خلونا نتفقل ونفرح أنا مش عايز أععد أجل دي الزات وأقول يا ريت اللي جرى ما كان إحنا في النهاية عنينا ونتمنى أن هذه المعاناة تتوقف اللي عمله النهاردة البنك المركزي ببساطة يا سادة يا كرام معناه إيه معناه البلدي يعني أنا النهاردة بعد الفصل وبعد الأخبار حيبا معايا فقرة فيها اقتصاديين ومتخصصين ومصرفيين وحنقعد نتكلم حوالي 40 دي عن مش عارف إيه ومعناه وتدعياته وكذا كلام بالورقة والألم زي ما مكتوب في كتب الاقتصاد والعلوم المصرفية لكن أنا دلوقتي حقول لكم الكلام اللي بالبلدي اللي تعودنا أن احنا نتكلم فيه مع بعض كده كل على حسب ثقافته وأنا أدناكم ثقافة اللي حصل بالبلدي كده إنه البنك تحول إلى شركة صرافة فكزوا معايا كده وبالراحة ويخدوني على قد عقلي معنى اللي حصل طبعا الكلام ده مش رسمي ما طلعش على لسان محافظة بنك المركزي لكن أنا بقول لكم عليه إنه الواقع اللي حيحصل ابتداء من يوم الحد اللي جاي إنه حنتحول إلى بنك بنك يعني شركة صرافة إزاي إزاي أولا هيشتغل لتسعب الليل فبالتالي هيقفل الباب على شركات الصرافة اللي كانت بتبتدي تشتغل وتهلب من بعد الساعة 2-3 الضهر بنوك تقفل والقصة تفتح في شركات الصرافة فالبنك دلوقتي مفتوح لك رسمي شرعي فهمي نظمي لتسعة بالليل طب والويك اند البنك فاتح وويك اند جمعة وسبت بس معرفش الجمعة والسبت لتسعة بالليل ولا لا ما عرفناش المعلومة دي تسعة بالليل برضو طب هاي هاي يعني سبعة في سبعة أبو أخزة سبعة أيام في الأسبوع من تمانية الصبح تسعة الصبح البنك من ساعة ما بيفتح لحد تسعة بالليل يعني ما لكش حجة تلاتة ليه البنك حيتحول إلى صرافة لأنه حيتعامل في العملات الأجنبية بآليات العرض والطلب زي ما حضرتك بترفع سماعة التليفون قبل كده على شركة الصرافة وتقول لها بكامل نهاردة هتقوم رافع السماعة التانية بس السماعة القانونية السماعة الشرعية السماعة اللي مش بترقبة السماعة اللي انت مش خايف ان انت تقمد عليك وانت بتعملها زي ما كان بيحصل الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا هتقوم رافع السماعة على البنك وتقول له يا بنك صباح الخير الدولار بكامل نهاردة هيقول لك بتنتاشر ونص بربعتاشر ونص بخمستاشر أو باثناشر هتقول له طب بناءا على ايه هيقول لك بناءا على وضع السوق النهاردة والعرض والطلب انا عندي دولار قد ايه والطلب عليه قد ايه فطبيعي ان انت تسحى الصبح تلاقي الدولار نزل او طلع في ناس فهمت غلط انه البنك لما فتح النهاردة العطا ب13 جنيه فهم ان البنك ثبت الدولار ب13 جنيه وده مش حقيق عارفين كده لما يجي حد لما يجي حد يعمل مزاد ماذا انا هعمل مزاد على الموبايل ده فبنقول يلا بسم الله الرحمن الرحيم هنفتح العطا هنفتح المزاد مزاد على الموبايل ده عشان اعمل مزاد على الموبايل لازم احط سعر سعر رمزي كده نبتلي من عنده مش هنبتلي من جنيه الموبايل ده اقل حاجة له مثلا 5000 جنيه مثلا فمش هنبتلي من 1000 من جنيه فحقولكو يلا بسم الله الرحمن الرحيم 5000 جنيه هل ال5000 جنيه ده سعر الموبايل لا ده ده الحد الادنى اللي انا بقولكو يلا نلعب من عليه فنخش بقى النهاردة 500-500 لا والله يوقف علي بربعة تسعمائية يقول له لا يفتح الله مش عارف ايه هو ده اللي حيحصل في البنوك ابتداء من النهاردة فبالتالي لو حالك النهاردة تعاملت مع اي بنك من بنوكك كان حيرد عليك الموظف بتاع البنك يقول لك كده يقول لك احنا دلوقتي بالضبط عاملين زي الشركات الصرافة كل ساعة برقم وبسعر متوسط متوسط المعاملات اللي حصلت النهاردة في البنوك بتتكلم عن 13.5 13.75 بيع و14.30 ل14.5 شراء يعني حضرتك تروح تدي دولار للبنك البنك يشتري منك ب13.70 13.50 13.80 على حسب رزقك انت عايز تشتري دولار من البنك يبيعهولك ب14.30 او 14.5 ده متوسط المعاملات اللي حصلت النهاردة المعاملات اللي حصلت النهاردة قليلة كتير جدا وعلى المستوين المستوى الاول كل الموردين كل السادة المستوردين راحوا الصبح جري على البنك كله خلص كله على تعاملاته المالية اللي كانت متعطلة بقالها شهر واثنين وتلاتة قالوا له عايزين نحول نص مليون دولار اللي مش عارف ايه حول عايزين مليون دولار نحولهم لإيه نستورد ايه حول كله خلص تحويلاته الإيجابي كمان انه كمية الدولارات اللي دخلت النهاردة واللي طلعت من تحت البلاطة من قبل بعض المصريين اللي زينا اللي كانوا حوشينها وراحوا حطوها في البنك كبيرة جدا وكل واحد يكلم مدير الفرع اللي هو عنده حساب معاه ويسأله في التليفون رغم انه عادلات انه انت حتلقهم طلعان تربنتينهم ربنا يكون فعون الموظفين بتوع البنك مش عارف عاملوا ايه ده كانوا مفحوتين فترة اللي فاتت ما بالك دلوقتي باعي يشتغلوا من تسعة لتسعة وسبعة ايام في الأسبوع يعني انا في رأي استقالات جماعية قريب قوي موظفين البنوك المهم فكمية الدولارات اللي دخلت النهاردة وده اللي كنت بقول لحضراتكم قبل كده ان الدولارات اللي موجودة في البيوت وانا بقول لحضراتكم ان ما في بيوت المصريين سواء المصريين العاديين او المضاربين او المستثمرين او المحوشين او المدكنين يفق كده بكتير ممكن يوصل لخمسين ستين مليار دولار تخيلوا لو نص تخيلوا لو تلتين حاضر لو نص او تلتين الفلوس دي دخلت البنوك وده اللي ابتدى مؤشراته هتحصل النهاردة شوفوا الحصيلة الدولارية هتبقى في عد البنوك قد ايه والاحتياطي بتاعنا يزيد قد ايه وتعاملاتنا تبقى عاملة ازاي وبما ان المعروض هيبقى كتير عند البنوك رصبا عن عين التخين الدولار حينزل وانا وانتم ويا ربي يحيني ويحييكم وانا بقول لكم انه الدولار في الفترة اللي جاية حينزل عن تلتاشر انا بقول لكم وبقولوا تابر بيخرف تابر بيهجس تابر بي ابقى تغطى وانت نايم قولوا لانتوا عاوزين انا بقول لكم انه ان شاء الله بعد فترة مش بعيدة يرونها بعيدة زي ياسر عفت ما كان بيقول كده يرونها بعيدة واراها قريبة حينزل عن تلتاشر لما كل الناس تروح البنك تطلب دولار تلاقي لما كل المستوردين يروحوا البنك يعملوا تحويلات يلاقوا انا بقول لكم ان ده قريب جدا وحيحصل حديكوا كلوسين على فكرة دي حاجة مقدمة مش عيب الكلوسين دول كلوس الاول انه الناس قال لك طب هو عمل ايه البنك الاسبوع اللي فات بنك المركزي والحكومة عملت ايه الاسبوع اللي فات حقول لكم انها عملت عملت شبه شبه اللي كان عمله الرئيس انور السادات الله يرحمه قبل حرب 73 ووقت العمور اللي هو خطة الخضاع الاستراتيجي خطة التمويه عارفين لما بعد زباط عمرة ونشر صورهم في الاهرام وخلى الزباط يلعبوا كرة على الشط وبتاعهم مش عارف ايه البنك المركزي عمل كده بس طبعا مع طرق مختلفة خلال الاسبوع اللي فات البنك المركزي تدخل عمدا وانا بقولكم هذا الكلام عن معلومات البنك المركزي تدخل عمدا واشترى دولار من السوق السوداء وبسبب الطلب المتزايد من البنك المركزي على الدولار سعر الدولار نط من 16 ل 17 ل 18 ووصل الدولار يوم 18 يوم الاثنين اللي فات وده كان اخر اخر نطة شفها الدولار بعد كده هيتهبد الى ابد الابدين ان شاء الله اقوله امين ليه كان بيعمل البنك كده مش مجنون مش عايز يطلع الدولار 18 جنيه ربما انه واحد من الاسباب النفسية انه يطلع ال 18 وبعدين لما البنك النهاردة يعني انه 13 الناس تتنفس الصعداء وتهدى وتفرح وتقول الله لكن السبب الرئيسي السبب الرئيسي ان البنك كان عايز يوفر حصيلة دولارية عنده تغنيه في توفير العطاءات والمستندات الدولارية لمدة 6 شهر قدام البنك بالبلدي كده كان عايز يحوش من 7 او يلم يعني من 7 ال 8 مليار دولار وده اللي عملهم خلال الاسبوع اللي فان ثم وده دليل على التنسيق الجيد اللي الاول مرة نشوفه من سنوات طويلة جدا ما بين الحكومة والبنك المركزي قرارات المجلس الاعلى الاستثمار عملت رابكة وعملت هزة وخلت السوق السودة تلف حوالين نفسها خلت تجار تقول تضرب 5 فأس دولارية يقول لك يقول لي بيحصل هو ده بجد ولا مش بجد فخل ايام التلات والاربع مفيش معاملات في السوق السودة تسمع ارقام بس وانا قلتلكم الكلام ده امبارح اقول امبارح تسمع ارقام عن 14 تسمع 13 تسمع 12 ونص لكن تكلم بتاع الصرافة طب اقول له طب نفس يقول لك لا ما بنفس انا بقول لك اللي بسمعه لكن انا عامل هولد عامل بوز عامل فيكس تلات يام لحد بشوف الدنيا فيها ايه لان انا البنك المركزي مش مريحني شام منه ريحة مش تمام ودي حرب نفسية نجح البنك المركزي ان هو يعملها في السوق السودة ثم بعد قرارات الاستثمار اطرق الحديد وهو ساخن ونزلت القرارات النهاردة فيه ناس قلت لك كان ايه الحكمة كنا استنينا عدنا الجمعة والسبت واستثمرنا فرصة الربكة اللي في السوق وكان الدولار ينزل هقول لك لا التجار هم اللي كانوا حيستثمروا فرصة الجمعة والسبت وكانوا حيضربوا ضربتهم ويبتدوا يشفطوا دولارات من السوق على قد ما يقدر علشان يعطش البنوك وبالتالي اما البنك يعلن داوم الحد يكون السوق عطشان لكن البنك المركزي خد قراره النهاردة الصبح والسوق مريح تمانية واربعين ساعة اللي فاتوا المصريين كانوا بيجروا بيحاولوا يتخلصوا من دولاراتهم بس عشان الدولار كان بتمانية جنيه مش هيتخلصوا من دولاراتهم في البنوك فكانوا بيحاولوا يتخلصوا منها في السوق السوداء عشان كده سمعتوا الهبدى لأن كمية المعروض من المصريين بقى كتير الجديد دلوقتي انه الناس هتجري بس هتجري شرعي على البنك ما هو أنا دلوقتي حد البنك ب13 13 ونص وانا مش خايف يتقبض علي وانا حتى في ضميري على فكرة وحقول لكم النقطة دي ودي هختم بها كلامي معاكم في كتير من المصريين وكل واحد يغمض عينه كده ويسأل نفس السؤال ده انا متأكد انه حيلائك الكلام اللي أنا بقوله ده مظبوط في كتير من المصريين العاديين ببقولكش بقى المتاجرين والمضاربين والناس الخوانة المصريين العاديين لمعا 1000 دولار 5000 دولار 10 1000 دولار كان بيغيرهم في السوق السوداء وهو ضميره بيوجعه والله تلاتة كده وكلنا عشان بس ما عدعيش ان انا ملاك يعني كلنا عملنا كده كان معايا دولارات مرة جارتها في السوق السوداء كلامنا من 25 سنة عشان لو ما عاش تحت طائرات القانون وانا ضميري بيوجعني لان انا عارف كده ان انا بضر لبلدي بس مش حخصر من 9 جنيه ل 15 جنيه او ل 14 جنيه حرام يعني بلدي اه ما تتضرش لكن انا كمان ما تروقش فكان كلنا بنشتغل في السوق السوداء وضميرنا بيوجعنا بنروح بالليل ما يصحش كده بس برضو الفلوس حلوة رحتها حلوة في الايدين كده النهاردة لا النهاردة هروح هحط الدولارات المعايا في البنك والبنك مش هيجبرني على تحولها ده انا هحطها في شهادة استثمار او وديعة او حساب جاني زي ما انت عاوز وانا متطمن ان فلوسي في امان رقم اتنين مش هتتحول غصبا عني رقم تلاتة يوم ما حب حولها هحولها ب 13.70 13.70 سعر عادل جدا فير جدا اكسب يا بلد وانا اكسب اقف يا بلد على حيلك وانا اقف على حيلي لكن علشان سنة ديوم مصر وبالوطنية تبقى واكلاني انا تروق وما ليش اكل لعيالي لا فانا عشان كده شايف النهاردة انه طارق عادل مش طارق عامر طارق عادل احسن الصنع بهذا القرار اللي جيه في وقته فاضل ايه تاني في القصة اه فاصل الودايا فاصل الودايا اللي حصل كمان علشان اتأكد انا كمواطن انها حزبة حزمة متكاملة طيب دلوقتي لو انت مواطن مصري وكان معاك 10 تلاف دولار ورحت البنك حولتهم ب13 جنيه 50 او 13 70 او 14 واتذر الفنوس المصري اللي معاك دي هتعمل بيها ايه هتحطها في البنك تمام لو حطتها في البنك بنسبة الفايدة اللي موجودة دلوقتي في بعض البنوك اللي هي 10 ونص و11 واعلاهم خالي 16 ونص هتبقى بتخسر هتقولولي ازاي بيخسر هقولكو لانه طول الوقت ومعنش دي الاقتصادين ممكن اللي فهموها الفايدة المكسب والخسر بيتقاس على اساس ايه على اساس الفرق ما بين نسبة الفايدة نسبة الفايدة ونسبة التضخم فكانت نسبة الفايدة على الودايع 12-12 ونص ونسبة التضخم 14 ونص 15 فطول الوقت انا كمودع وحطت فلوسي في البنك خسران 2% فلوسي قيمتها السوقية بتخسر 2% عشان كده البنك المركزي النهارده عمل ايه في الودايع علاها 300 نقطة في الليلة سيبكم من دي مش هتفهموها 300 نقطة في الليلة انا انا مش فاهمها بس في النهاية علاها بقت 14-75 حضرتك تحض 100 الف جنيه وديعة تاخد عليها فوايد شهرية 14-75 يعني 15% اللي ربع والقروض بقت 16 اللي ربع فانت كده سويت معدل الفايدة بمعدل التضخم ففلوسك انت حطتها بتاخد الفايدة وبتكسب بس ما بتخسرش قيمة سوقية للفلوس المليون جنيه يفضلوا مليون جنيه العشرة مليون جنيه يفضلوا عشرة مليون جنيه الخمسين الف جنيه يفضلوا خمسين الف جنيه مبارح الخمسين الف جنيه كانوا بيخسوا كل يوم حتة لان التضخم بياكل من الفايدة المترجم للقناة